بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد احمدك ربي حمد الشاكرين واصلي واسلم على سيد الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم اما بعد فهذه ندوة مباركة طيبة نعقدها في دوان عام وزارة الاوقاف وتذاع اونلاين على موقع الوزارة وتنشرها عقلته في عددها الورقي يوم السلساء ومعنا علمان جليلان من علماء وزارة الاوقاف وجامعة الازهر استاذ الدكتور رمضان محمود يونس الاستاذ المساعد بجامعة الازهر بكل درستات الاسلامية والعربية ومعنا الدكتور كامال سيف مدير مكتب وزير الاوقاف ومعنا متابعا للندوة الزميل الاستاذ محمد السعاتي وموضوع الندوة كما اختاره معالي الدكتور محمد مختار جمع وزير الاوقاف الذي نوجه له كل التحية والتقبير على رعايته لهذه الندوات واهتمامه بها فموضوع الندوة اليوم مخاطر الاستغلال والاحتكار ولعله موضوع يناسب الظرف الذي نعيشه موجة الغلاء التي انتابت ربما العالم اجمع ونحن ضمن هذا العالم نعاني من هذا الغلاء ولذا لابد ان نسهم بهذه الندوة في توعية التجار وتوعية الناس من ان المحتكر ملعون وان لا يجوز احتكار طعام الناس ولا يجوز اغلاء الاسعار بدون وجه حق فيحدثنا في الندوة الان الدكتور رمضان محمود يونس فليتفضل مشكور الحمد لله لمدل لمن هدى والصلاة والسلام على رسول الهدى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بلغ رسالة ربيه وادى امانته ونصح الامة وكشف الله به الغمة فاللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد فمخاطر الاحتكار والاستغلال نعم المخاطر لها جانبان فهناك خطورة على الناس عامة وهناك خطورة على التجار خاصة اما خطورة ذلك على الناس عامة فان بعض التجار الا من رحم ربي غردهم الاساسي الربح وتراهم يسلكون من اجل ذلك كل مسنكين سواء اكان هذا المسلك عن طريق الحرام ام كان عن طريق الحلال وسواء اكان ذلك عن طريق استغلال المواطنين ام لا وما قضايا الاحتكار والغش التجاري عنا ببعيد فهي كثيرة ومنتشرة بين التجار الذين لا يراعون فقراء الناس بل يزيدون في اموالهم يوما بعد يوم بمص دماء الفقراء والمحتاجين واستغلال حاجاتهم للسلع الاساسية وبالتالي يزداد الهم والحزن الذي ينتاب المواطنين البسطة والطعام والشراب والكسوة والدواء من الامور التي لا يستغني عنها بشر واذا حورب الانسان في رزقه وزاد التجار في اسعار السلع دون مراعاة لقدراتهم المادية فإنهم بذلك يصنعون من هذا الانسان قنبلة موقوتة دون علم أو دراية قد تنفجر في أي وقت وفي أي مكان أما خطورة ذلك على التجار خاصة فأقول لهؤلاء التجار إذا كان الكسب من حرام فويل ثم ويل للذين يأكلون الحرام ويتغذون بالحرام ويربون أولادهم على الحرام إنهم كالشارب من ماء البحر كلما ازدادوا شربا ازدادوا عطشا شاربون شرب الهيم لا يقنعهم قليل ولا يغنيهم كثير فالاحتكار والغش والاستغلال دليل على دناءة نفس المحتكر ومؤشر على سوء خلقه والإعلم أنهم موقفون بين يدي الله عز وجل فيسألهم عن كل ما جمعوه أهو من حلال أم من حرام أما عن حرمة الاحتكار والغش والاستغلال فقد نغى الإسلام عن الاحتكار وغلاء الأسعار والغش وكل هذه السلوكيات السيئة فأمر بإيفاء الكيل والميزان في كثير من آيات الله عز وجل وأوف الكيل والميزان بالقصد لا نكلف نفسا إلا وسعها كما جاء في سورة الأنعام وفي سورة الإسراء يقول الحق سبحانه وأوف الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصداص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويل كذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم لاحتكارا قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن المحتكرة ملعون وفي رواية أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ والخاطئ هو الآثم المذنب ووصف المحتكري بأنه خاطئ ليس أمرا هينا فقد وصف الله سبحانه وتعالى فرعون وهامان وجنودهما بأنهم كانوا خاطئين حينما يقول الحق سبحانه إن فرعون وغامان وجنودهما كانوا خاطئين وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المحتكرة ملعون وذلك في حديثه صلى الله عليه وسلم حيث يقول الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ودعا النبي صلى الله عليه وسلم على كل محتكر بأن يبت ليه الله بالمرض والإفلاس فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احتقر طعاما على المسلمين ضربه الله بالجذام والإفلاس رواه ابن ماجة وكذلك تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن يبيع طعاما مغشوشا للمسلمين فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما أي حبوبا فأدخل يده النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحبوب فرأى بلل فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء أي المطر يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غشنا ليس منا وجاء الوعيد الشديد لمن أدخل شيئا في أسعار المسلمين ظلما وعدوانا فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم نار يوم القيامة أي بنار عظيمة متأججة ما هي أسباب الاحتكار وانتشار الاستغلال أخي الكريم أسباب ذلك عدة منها كسارة الذنوب والمعاصي يقول الحق سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وفي آية أخرى يقول الحق سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعضا الذي عملوا لعلهم يرجعون وفي آية ثالثة يقول الحق سبحانه ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون قال القرطبي رحمه الله ولا خلاف أن العذاب الأكبر هو عذاب جهنم والأدنى هو غلاء السعر فغلاء الأسعار هو من العذاب والعياذ بالله كذلك أيضا من أسباب كصرة الاحتكار وانتشار الاستغلال حب المال والإكسار منه فحب المال والحرص على كسبه بأي طريق كان حتى ولو كان عن طريق الحرام أمر معلوم مشاهد للجميع يقول الحق سبحانه وتحبون المال حبا جمى كذلك من الأسباب تلاعب التجار والمحتكرين بالسلع الأساسية التي يحتاج إليها الناس فبعض التجار يقوم بتخزينها وإخفائها من الأسواق من أجل رفع سمانها وهذا فيه إضرار بالناس والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك في حديثه الذي يقول لا ضرر ولا درار طيب ما هي كيفية أو ما هي الحلول كيف هناك بعض الحلول لابد أن نتبعها من هذه الحلول أخي الكريم التي تقضي على هذه العادة السيئة أولا تربية الضمير على التقوى ومراقبة الله عز وجل الحق سبحانه وتعالى يقول في كتابه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم براكات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون كذلك أيضا من هذه الحلول كثرة الاستغفار والتدرع والدعاء إلى الله تعالى والتوبة الصادقة والعمل الصالح فما نزل بلاء إلا بذن ولا رفعاء إلا بتوبة والاستغفار من أسباب الازدهار يقول الحق سبحانه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنينة ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا كذلك من الحلول التكافل الاجتماعي وأداء الزكاة والصدقات فالزكاة عون للفقراء والمساكين وعندما أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ من جبل رضي الله عنه إلى اليمن قال أعلمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم صدقة في أموالهم فترد على فقرائهم كذلك من الحلول التحلي بخلوق القناعة فالغنى في الحقيقة وغنى النفس ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس ولقد وصال نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أننا ننظر دائما إلى من هم دوننا في حديثه الذي يقول انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فذلك أجدروا أن لا تزدروا نعمة الله عليكم كذلك من الحلول ترشيد الاستلاك والاقتصاد في المعيشة والتوسط في النفقة وعدم شراء إلا ما تحتاجه الحق سبحانه وتعالى يقول في كتابه وقلوا والشرابوا ولا تسريفوا ما نتيجة من أصرف نكمل الآية إنه لا يحب المسرفين فهل أنت في غنى عن حب الله عز وجل وفي آية أخرى يقول الحق سبحانه وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إلى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطَهَا كُلَّ الْبَصْتِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا فالتبزير نوع من أنواع كفران النعمة يقول الحق سبحانه إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا كذلك أيضا من الحلول أن نهي على الاحتكار في نشرات الأخبار وكذلك في الجرائد الرسمية وعلى الناس أن يتحدوا وأن يقفوا بجانب الدولة في مواجهة هؤلاء المحتكرين والمتسببين في غلاء الأسعار وعلى الناس أن يتركوا ما غلى سعره إلى ما هو دونه ليعلم هؤلاء المحتكرون أن الناس يمكنهم تركوا سلعتهم فيرخصونها كلمة أخيرة أقولها للتجار أيها التجار هذه الدولة المباركة كم قدمت لكم من تسهيلات وإعانات في مصانعكم وشركاتكم فماذا قدمتم أنتم للوطن وأغل الوطن فاللهم مدفع عنا البلاء والوباء والغلاء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جزاكم الله خير معنا الدكتور وشكر الله لكم والآن مع الدكتور كمال سيف فليتفضل مشكورا الحمد لله العلي الأعلى واشهد أن لا إله إلا الله خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى واشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله صد اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم معنا معهم أجمعين اللهم آمين وبعد أيها الأحبة الكرام في البداية أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة الأوقاف على رأسها معاني الوزير الدكتور سيد الدكتور محمد مختار جمع على هذا النشاط الدعوي المكسف الذي لا ينقطع دوما ولا أبدا حتى في مجال الأزمات وحتى في أصعب وأحلك الظروف كما يسعدني أن أتوجه بالشكر والتحية والتقدير إلى هذه الندوة الكريمة المباركة والمشاركين فيها سعادة الدكتور رمضان إسماعيل والستاذنا الدكتور براهيم نصر والستاذ الكبير السيد محمد السعاتي كما أعبر عن سعادته بحضور هذا اللقاء الطيب واستكمالا لما بدأه وأفاض به وأجاده والستاذنا الدكتور رمضان حول خطورة الاحتكار والاستغلال نقول وبالله التوفيق أن الاحتكار هو خلق تجاري ولا بد أن يعلم الناس أن الاحتكار هو الحبس كما جاء في معاجم اللغة والتعريفات الاحتكار هو الحبس حبس السلعة عن الناس لغرض في رفع سعرها ولشح السوق بها وتكالب الناس عليها هذا الخلق التجاري ليس هو الخلق الوحيد المزمون في التجارة إنما الأصل في التجارة هي العمل والسعي والكسب الحلال كما قال الله عز وجل وحل الله البيع وحرم الربا كما أشار الله عز وجل إلى ضرورة العمل والكسب قال الله عز وجل هو أنشاءكم من الأرض واستعمركم فيها فالإنسان يسعى جاهدا وأبدا إلى السعي وإلى التجارة وإلى العمل وإلى الكسب لكن بأخلاق الإسلام هذه الأخلاق التي جاء فيها الصدق وجاء فيها الأمانة التي ضرب بهم المثل النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يلقب في تجارته في الجاهلية قبل المبعث وقبل الإسلام بالصادق الأمين فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اشتغل بالرعي وقد اشتغل بالتجارة لكنه كان صادقا أمينا حتى كان كفار ومشرك قريش يأتمنونه على أموالهم ويأتمنونه على ما سمنا من أشيائهم بل كان يلقب بالصادق الأمين في قبل البعثة وبعد البعثة فالأصل في التجار أن يتخلقوا بأخلاق الإسلام من الصدق والأمانة والقناعة والمراعاة أحوال الناس ولا يحتكر التاجر سلع الناس ولا يزيد في أسعاره على الناس ولا يستغل المواقف إذا كانت الأمة تعصف بها بعضا من الأزمات أو يحل بها بعض من الأمور التي فيها من الشدة والقح فهذا دأب الحياة رخاء ثم شدة ثم يعقبها رخاء لكن الإنسان ينبغي أن يكون متوازنا في تعاملاته ومتوازنا في كسبه ومتوازنا في حياته ومع غيره ومع نفسه حتى مع الله سبحانه وتعالى الإنسان لا يحتكر هذه السلع سواء كان يعمل بالتجارة أو لا يتكالب عليها ويشحها من السوق ويأخذ الكثير والكثير فضلا عن حاجته حتى لا يضر غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار الإنسان لا يضر نفسه ولا يلحق الضرر بغيره وإنما يكون معتدلا ومتوازنا قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا التاج الذي يحتكر وينبغي أن يعلم أنه على خطر عظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتكر سلعة أربعين يوما فقد برئت منه زمة الله ورسوله فهذا خطر عظيم ينبغي أن يتنبه إليه التجار والإنسان الذي يسعى جاهدا إلى الكسب من المال سواء كان من الحلال أو من الحرام ينبغي أن يعلم أو يدرك أنه في الخسارة لا في المكسب كما قال القائل جمع الحرام على الحلال اللي يكثره فدخل الحرام على الحلال فبعصره إياك أن تظن أن كسرة المال وكسرة الكنز وأغز المال وجلب المال من حل ومن حرام هو نفع لك بل هو ضرر وخطر عظيم أن تعيش عليه إنما الإنسان المعتدل الإنسان القانع الإنسان المؤمن الإنسان المسلم هو من يعيش حياة معتدلة في تعاملاتي وفي أخلاقي وفي أموري وفي عباداتي وفي تقربه لله سبحانه وتعالى ولنا نمازج عديدة وأمثلة كثيرة في التعامل مع الأزمات النبي صلى الله عليه وسلم وضح وأشار إلى أن الناس ينبغي أن يتعاونوا أن يكونوا على خلق عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمة وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه والله سبحانه وتعالى يقول في قرآنه الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هذا ما ينبغي أن يكون عليه حالنا ودأبنا في هذه الأيام في مواجهة الأزمات في مواجهة الأحداث في مواجهة المخاطر العظيمة ينبغي أن يكون دأبنا وحالنا هو التعاون والتكاتف والسعي لرعاية الفقراء والمساكين والمحتاجين وهناك نمازج عديدة في السيرة النبوية وفي حياة الصحابة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه لما جاءته القافلة وكان في المدينة قحط وجدب والناس لا يملكون أقواتهم إذا بتجار المدينة يعرضون عليه الدرهم بدرهمين والدرهم بثلاسة والدرهم بأربعة حتى وصلوا به إلى مكسب وربح إلى الدرهم بخمسة فقال هناك من أزاد أكثر من ذلك فقالوا من ونحن كلنا تجار المدينة فقال إن الله عز وجل جعل الحسنة بعشر أمثالها منذ الذي يكرد الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وتبرع بالقافلة كلها إلى الفقراء والمساكين وقال أشهدكم أنها في سبيل الله عز وجل كذلك سبق ذلك تجهيز جيش العسرة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم وهناك نموزج ليس نموزج فردي بل نموزج مجتمعي ينبغي أن يكون هذا حالنا هناك من يعول على هذه النمزج الفردية أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى نموزج مجتمعي ينبغي أن يكون عليه حالنا ألا وهو ما كان يحدث من قبيلة الأشعريين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين كانوا إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم يحدث على مدار الأيام أن تصيبك فاقة أو يصيبك ضيق أو يصيبك جذب أو يصيبك كحط أو غير ذلك من هذه الأمور هذه مراحل وهذه تبعات وهذه أحوال كما قال الله عز وجل وتلك الأيام ندولها بين الناس النبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثل بهؤلاء الأشعريين وينبغي أن نحتزى بهم قال إن الأشعريين كانوا إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم جمعوا ما عندهم في إناء واحد أو جمعوا ما عندهم في وعاء واحد وقسموه بينهم بالسوية حتى لا يأخذ أحد أكثر من أحد وإنما كانوا يقسمون بالسوية يتكاتفون مع بعضهم البعض في الأزمات وفي الأحوال وفي ما يصيب الأمة وما يصيب المجتمع من أحوال قد يكون فيها من الضيق وقد يكون فيها من القدر بعض الشيء النبي صلى الله عليه وسلم أشار في كثير من الأحاديث إلى أن المحتكرة والمستغل والغاشة قد برئت منه زمة الله ورسول وليس من الإسلام في شيء وهذه الأخلاق الزميمة وهذه الأخلاق السيئة ينبغي أن نبتعد عنها بل ينبغي أن يكون دأبنا هو التمسك بالأخلاق الحسنة الفاضلة كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وخالق الناس بخلق حسن من الأخلاق الحسنة خلق التواضع وخلق اللعطاء وخلق البذل وخلق النفقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا هذا الممسك هذا المحتكر هذا الذي يحبس السلعة عن الناس يتوعده النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعو النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في شرح الحديث إما أن يكون خبرا أو يكون دعاءا اللهم أعطي ممسكا تلفا هذا جزاء المحتكر والمحتبس للسلعة والذي يغش الناس ولا يراعي ظروف الناس ينبغ أن يكون دأبنا مخالقة الناس بخلق حسن وخلق عظيم من العطاء والتواضع والقناعة بالقليل فالقليل في الكثير يجمل وكما تعرف عليه الناس ينبغ أن يكون التاجر قنوعا بالقليل ويعطي الناس بل إنه لا يختفي بكسبه بل يجوز له أن يتصدق بهذا الكسب كما وقال النبي صلى الله عليه وسلم سلاسة أقسم عليهم وذكر منهن ما نقص مال من صدقة إياك أن تظن الصدقة التي تخرجها من مالك أنها تنقص المال أبدا بل تزيد المال وتزيد الإنسان عفة وتزيد الإنسان غينا وتزيد الإنسان رفعة وقدرا عند الله عز وجل وتعود عليه بالخير الوفير ختاما سبحانه وتعالى عن أخلاق التجار السيئة سواء في التجارة أو في معاملات الناس فقال الله عز وجل ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إياك أن تأكل المال بالباطل وبالحرام فرزقك مقسوم أسأل الله عز وجل أن يرفع عن الأمة البلاء والغلاء وأن ينزل ربنا السخاء والرخاء والدواء على أمتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسألكم الله خير دكتور كمال وفي ختام الندوة نتوجه بخالص التحية والتقدير إلى معادل الأستاذ الدكتور محمد مختار جمع وزير الأوقاف على رعايته لهذه الندوات رعاية كاملة واهتمامي بها اهتماما بلغا ونتوجه بالشكر أيضا إلى الدكتور رمضان محمود يونس الأستاذ المساعد بجماعة الأزهر بكل تدرسات الإسلامية والعربية بينين بالقاهرة والدكتور كمال سيف مدير مكتب معادل وزير الأوقاف والشكر موصول لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته